السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله قد اشتريت كاميرا من نوع Canon M50 والتي أخذت مني وقت للبحث والمراجعة فوجدت أنها كاميرا مناسبة لمن ناحية السعر وأيضا لمن ناحية الجودة وفي الحقيقة هي مناسبة لأي شخص يرغب في إنشاء قناة اليوتيوب طبعا عندما اشتريت هذه الكاميرا قم بتشجيل فيديو في كيف يترائيها وبعض اكسسوارات وإلى آخره ولكن نسيت الفيديو في البيت لهذا مع الأسف المهم على أيين لا يهم سوف تشاهدون الكاميرا في آخر الفيديو إن شاء الله بحول الله وهذه هي الكاميرا التي اشتريت كاميرا Canon M50 والتي تشاهدونها وزنها 390 وكذلك بالنسبة للشاشة يمكنك تدوير الشاشة لمشاهدة نفسك وفي الحقيقة كاميرا رائعة جدا وكما تلاحظون يعني فعلا رائعة جدا بالنسبة للبطارية إذا أردت أن تقوم بشحنها فتأخذ منك ساعة ونصف وإذا أردت أن تشجل فيديو كما أشجل أنا مثلا بأشضي 1080 فتأخذ منك كذلك ساعة ونصف تقريبا وإذا أردت أن تقوم بتشجيل 4000 يعني 4000 أو 4K أو أشضي 4000 في اليوتيوب فالتشجيل يأخذ من البطارية يعني تصبر معك لمدة نصف ساعة تقريبا في هذا الفيديو سوف نتعرف على كاميرا وهل هي فعلا مناسبة لأصحاب الفيديوهات وكيف هو التصوير الخاص بها كل هذه الأمور سوف نجربها بالليل وبالنهار ولكن قبل ذلك سوف أعطي بعض نصائح لكل شخص يشتري الكاميرا ويقوم بعمل مراجعة مباشرة لا شك أن أغلب الأشخاص التي ترغب في شراء الكاميرا تشاهد اثنين فيديوهات الفيديو الأول يظهر أن الكاميرا بجودة عالية والفيديو الثاني يشاهد أن الكاميرا لا تستحق أن تشتريها أصلا لماذا بالضبط؟ لأن هذا الأمر يرجع إلى نوع الكاميرا وأيضا نوع العدسة التي تستعمل وأيضا الشخص الذي يستعمل الكاميرا هل هو فعلا يعرف كيفية استخدام الكاميرا؟ أو فقط عندما قام باشترائها وقام بمراجعتها بدون أن يقوم بتعديل على الإضاءة والأشياء الأخرى لهذا أي شخص يرغب في عمل مراجعة للكاميرا يجب أن يتعلم متى يستعمل الإضاءة وما هي النوع العدسة التي يستخدم وبعض الإعدادات المهم على أي أنه أنا الآن أسجل بكاميرا M50 يعني كما تلاحظون هذه الكاميرا الخاصة بي التي اشتريتها M50 Canon M50 في الحقيقة جيدة واستخدم لأوتوفوكس يعني يتبعوني أينما ذهبت كما تلاحظون لديه سرعة جيدة ومناسبة لأي شخص يرغب في العمل على اليوتيوب الآن سوف ندخل في مشاهدة الفيديوهات وندكر الإيجابيات والعيوب ولكن من ناحية التصوير فأنا لست محترفا في التصوير لهذا لا أستطيع أن أقدم لكم صورة جيدة ربما سوف أجرب ولكن أنا لست محترف في التصوير ربما سوف أعطي صورة جيدة ربما لا أول شيء الأخطاء التي يرتكبها أصحاب المراجعة لا يعرفون متى يستخدمون الإضاءة ومتى يتم تقليل من هذه الإضاءة لا يفهمون كذلك في العدسات لا من ناحية البعد المليمتر وأيضا لا يفهمون حتى في الفتحة الخاصة بالإضاءة المهم في الأول كما تشاهدون في داخل السيارة كانت الإضاءة افتراضية وكانت الإضاءة قليلة جدا طبعا أي مبتدئ عندما يشاهد هذه الإضاءة في الأول سوف يعتقد أنها كاميرا غير جيدة ولكن كمحترف سوف تقوم بتعديل الإضاءة الخاصة بالعدسة وطبعا أنا أشتغل بالعدسة العادية اللي هي 15-45 مليمتر التي تأتي معها كما تلاحظون بعدما قمت بتعديل العدسة وجدت أن الإضاءة أصبحت جيدة يعني فقط يجب عليك تغيير الإضاءة إذا أردت أن تكون لديك صورة جيدة في المكان المناسب هنا كذلك عندما أرغب في تصوير من خارج السيارة بالسرعة الخاصة بالسيارة فهنا ارتكبت خطأ أن الإضاءة قوية جدا فكانت غير مناسبة مع هذه الأجواء ولكن بنفس الإضاءة التي استعملت في هذه الأجواء الأخرى كانت واضحة جيدة هنا نستنتج أنه عندما ترغب في تصوير خارج من السيارة أو مهم على أين في أي مكان يجب عليك تعديل الإضاءة الإضاءة مهمة جدا في الليل كذلك قمت بتجربة زيادة الإضاءة فكانت لا بأس بها بعدها قمت بتقليل الإضاءة ثم بعدها قمت برفع الإضاءة فكانت يعني جيدة الحمد لله وطبعا أنا أسجل فقط بالعدسة العادية لربما لكانت لدي عدسة أعلى من هذه ربما 14 مليم أو 50 مليم أو عدسة أخرى فسوف تكون هناك إجابة أكثر لأن هناك عدسات مثلا 14 مليم توجد بفتحات جوج 2.8 وهناك نفس العدسة أفضل يعني 1.8 وهناك أعلى من ذلك وهي 1.4 ولكن سعرها عالي جدا وهو تقريبا مغربيا 8000 ديرهم أو 800 دولار كما نقول بالدريجة زيد في الملحة زيد في الجودة هنا استيقظت في الصباح وبدأت أصور فيديو فحاولت أن أقوم بتصوير فيديو عادي يعني في الصباح هل سوف تكون الجودة جيدة كما تلاحظون في هذه المرحلة ركزت على القفص فقط وليس الطائر ولكن في المرحلة الثانية ركزت على الطائر في وسط القفص يعني ولو كان القفص مضغوط إلا أن العدسة ركزت جيدا على هذا الطائر الصغير هنا أريد أن أركز على الأوتوفوكست بدأت أصعد مع الدرج فكانت النتيجة مبهرة فعلا هنا كما تلاحظون الماء غير واضح والسبب أنني قمت بإضافة الإضاءة في النهار بعدما قمت بتقليل الإضاءة أصبح الماء واضح جيدا فهنا نفهم أنه لا بد من الإضاءة أن تقوم بتعديلها بطريقة صحيحة ثم بعد ذلك قمت بتركيز على فاكهة الرمان والشجرة الحمراء فكان الأوتوفوكست رائع جدا سريع والله سريع يعني بالنسبة للأوتوفوكست فلا عيب فيها بالعدسة التي تأتي معها يعني العدسة العادية في هذه المرحلة بدأت ألعب قليلا لأكتشف هل ربما هناك عيب ولكن كانت الكاميرا رائعة جدا من وراء القفص كذلك قمت بالتقاط فيديو للحمام وكان جيد يعني لست مصورة احتلافيا ولكن كانت جيدة في هذا الفيديو بالضبط هنا سوف تكتشف أن في كل مكان تحتاج إلى إضاءة مناسبة يعني إذا كنت تستخدم الفلوغات يجب عليك دائما أن تختار المكان المناسب مع الفتحة المناسبة والإضاءة المناسبة وهنا طبعا أقوم بتجربة بالعدسة العادية أما إذا استخدمت العدسة الجيدة الأعلى من هذه العدسة فطبعا سوف تكون نتيجة أكتر وأضعف وهذا ما سوف أشتري إن شاء الله بعد ما أجمع لها شيئا من المال رقب جيدا هذا الفيديو السريع هنا حاولت أن أركز على نفسي ففعلا كانت يعني الصورة رائعة جدا عندما قمت بتجربة أن أركض مع هذه الكاميرا في الحقيقة الأمر ليس ثابت تحتاج إلى تريبود ثابت لا أتذكر الإسم الخاص به حاليا أو تحتاج إلى كاميرا مثل مثلا جي أش أو باناسونيك جي أش خمسة فهي يعني ثابتة وجيدة ولكن سعرها أزيد من 2000 دولار بالعدسة بالنسبة للأوتوفوكس فعلا لن تستطيع أن تقول عنها أي عيب فهي سريعة جدا وقوية وتستطيع التعامل معها بطريقة سريعة أما من ناحية سعر هذه الكاميرا فهي بسعر مغربي 6500 درهم يعني 650 دولار يعني بهذه الجودة وبهذه التقنيات بهذه السعر فراهي يرى مناسبة لأي شخص يرغب في البدء بالفيديوهات يعني أنا في الحقيقة أراها جيدة وأنا قد اشتريتها يعني الأشخاص الموجودين في المغرب أنا قد اشتريتها عند شخص في الضربيضاء وأنا في مدينة أقادير وتم نقلها إلي بأمان وبثقة واسمه سيامون وهذه هي صفحته الخاصة أي شخص يرغب في شراء الكاميرا لدى هذا الشخص فالمسبقية يعني كن هاني وهذا ما أستطيع أن أقدم لكم اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته